في الفيديوهات سأتكلم عن التحديثات لصائطة في لعبة Diablo Immortal والتي ستصبح شهرهات على قدوم السيزن الثاني السلام عليكم والله وبركاته معكم محمد من قناة Game On واليوم سأتكلم لكم في فيديو جديد في فيديوهات سأتكلم عن التحديثات بس أبما أتكلم عن التحديثات أتمنى أنك تشارك في القناة وتفعل الجرس إذا أنت مهتم في لعبة Diablo Immortal أو ألعاب Survival والMMO بشكل عام وعطني لايك إذا عجبك المقطع أو ديس لايك بس اكتب لي في الكومنتات ليش ما عجبك؟ وخلنا نبدأ أول شيء بـ Event Down of Demination هذا سينزل في لعبة Diablo Immortal طيب لما تشوفه أنه بالتحديث هون أو بالتحديث هون مكتوب وقت غير الوقت اللي حاليا فيه وهو من السن القادم اللي هو 2022 فلا تهتموا بالوقت هذا أو التاريخ اللي موجود هون هذا من البيتا والناس اللي عم مجربوا البيتا السنة الماضية وحاليا أعلنت الشركة أنه سينزل فهم عندهم الصور هاي من التحديث هذا وقت ملعبوه في البيتا وحاليا حينزل فهنا نتكلم عنه طيب الـ Event هات حيكون فيه 6 مهام يومية أنك تعملها على مدى أسبوع يعني 6 مهام كل يوم من مدى السبعة أيام 42 مهمة أنت حتعملهم 42 مهمة هاي رح يكونوا بشكل عشوائي ومنهم أنك مثلا تذبح 100 شخص في المنطقة الجليدية 100 شخص في المكتبة 100 شخص في الموتن ثاندرا حتكون يعني مهمات سهل إنك تفهمها سهل إنك تعملها بس حتكون مختلفة فممكن تجيك المهمة نفسها ممكن تجيك غيرها كل يوم حتجيك 6 مهام عشوائية تعملها للـ Event هات والمهمات هاي فيك تعمل وحدة كل مرة يعني ما فيك أنت تعمل المهمات هاي مرة واحدة إنك تاخذهم كلهم وتعملهم مرة واحدة إلا بتاخذ الأولى تستلم جوائزها بعد أن تعاخذها وتستلم جوائزها وهي حتكون صورة هذا هو عندك عندك كما شايف أنه صفر من ستة واللي هو إنه المهام المتاحة هلأ صفر من ستة إنه الشخص هذا العمل المهمات هيكلها فأنت بتدخل لهم بيكون عندك ستة من ستة بتعمل تضغط على الزر هات فبتبدأ عندك أول مهمة بتروح بتعملها ويعطوك الـ Reward هيكون عبارة عن هذا الشيء شو هذا الشيء خلو روح نشوفه هون هذا اسمه أو الشعار هات أو الـ Coin هات خلنا نتحكي عنه Coin طيب الـ Coin هات هي حجمها لحتى تقدر أنك تشتري فيها من المتجر اللي هيكون متاح خلال هذا فأنت عندك ستة مهام هاي فيك تعملها والأشياء اللي انت فيك تاخذها مثل ما انتم شايفين هون هي هي بالصور هاي طبعا هون الكتابة هاي عبارة على الأشياء الموجودة هون فحنا هنروح على الصور لأنه احنا بنعرف أشياء بريدي شو هالأشياء هاي فأول شيء عندنا هون هتقدر انك تشتري خلال هذا الـ Event يعني الشهر هات بدل ما نشتري ثلاثة اللي هو واحد من ومع اتنين هات صير مجموعة ثلاثة بدل ما نشتري واحد الشهراء فعندك ثلاثة محاولات انك طلع ليجندري جيم غير هيك عندك المستري ليجندري ايتم ما بنصح انك تعملوا الا اذا انت بالأول بخلص ليجندري كريست جيبهم بعدين فكر بالليجندري ايتم والأشياء التانية بس انا بنصحك انك تاخد ليجندري كريست بعدين تروح وتاخذ النورمر جيم الموجود عندك هون بعد هيك اللي انت حاب انك تاخده بس خلي هدول الشغلتين اولوياتك لانهم اكتر شغلتين حتقويك في اللعبة غير هيك في جي تاني واللي هو هذا هو عبارة عن كله قديش عام يعمل مهمات يعني اذا انت بسيرفر حاليا شعبيته نازل فحيكون انت شوي صعب انك تجيب الجوائس كلها اللي ممكن تحصلها بالإفنت هاتف اذا سيرفرك شعبيته عالية حتلاقي المهمات تبعيتك حتخلص في التاني شو هو التاني التاني واللي هو لو تشوف لما تدخل عليه حتلاقي رقم عشر تالاف عشرين الف تلك أربعين خمسين واللي هو اتوقع اقصاها شو هدول هدول عبارة عن عدد المهمات اللي الناس عم تعملها في كل السيرفر يعني انت عندك ست مهمات يوميا على الاسبوع عندك اتنين واربعين مهمة لما تعمل اتنين واربعين مهمة هدول اتنين واربعين من الخمسين الف هي كلها فكل واحد بالسيرفر هيعمل مهمات حتتجمع لما تتجمع كل هالمهمات وتخلصوا الأرقام هاي توصلوا للخمسين ألف فكل عشرة آلاف منهم حتعطيك جائزة الجائزة شو حتكون حتكون عبارة عن الأوبولوس أو الكوينز اللي انت بتشتري فيها من المتجرهات فعلى عشرة آلاف كي أو على الأولى اللي بتوصل فيها هون الصندوق أول حتاخدوا عشرين كل الناس اللي في السيرفر ثاني شي عندك ثلاثين تبعى عشرين ألف أربعين خمسين ستين فهون عندك انت يعني رسميا فيك تشتري قطعة اللي جندري اللي انت بدك ياها بس من المتين وخمسين هاي اللي حتاخدهم اللي هي الموجودة عندك هون هاي هي فانت فيك تاخدوا القطعة اللي جندري بهاي بس اذا انت مانك شارل الاتنين اللي جندري تشتريهم اول بعدين تجيب المستري اللي جندري آي فجدا مهم انك تعمل مهماتك اليومية لحتى تساعد السيرفور تبعك يخلص الخمسين ألف هاي لحتى تقدروا تاخدوا الرقام هاي من الأوبولوس كمان بالاضافة للمهمات الستة اللي حتعملهم باليوم انت لحتى تحصل على الأوبولوس هاي طيب المهمات هاي شو هيكون وضعها هتكون مهمات فيك تعملها لحالك متل ما قلنا او في بعض المهمات هتكون بالدنجن وبعض المهمات هتلاقي انه اللي ها صعوبة مثلا هاي المهمات ستعشر مهمة من المهمات اللي كانت موجودة عندك هون اللي بتقتل مية بمختلف الأماكن بعد هيك هون تقتل عشرين بمنطقة من الأماكن هاي هون عندك انك تقتل ثلاثة هون ثلاثة بعد هيك عندك بعض المهمات اللي حتلاقي انه شوي صعبة واللي هو انه تخلص مسلا الدنجن هادو بهل وان تخلص الدنجن هادو بهل وان فهون لازم انك تدخل معاديم لحتى يسل عليك الدنجن وتقدر انك تعمل المهمة هاي الارقام هاي اللي وجوتي عندك هون اللي هو المتين وخمسين هدول بالاضافة للست مهمات اليوم هي طبعا كل واحدة من المهمات هاي راح تعطيك عشرين بما يعني مية وعشرين باليوم بالمجموع كلهم تبعا الاتنين واربعين هتحصل على مان مية واربعين اوبولوس او الكوين هاد مع الميتين وخمسين هاديك هو وصل عندك انت الف وتسعين الالف وتسعين هاي انت حتكون تركيزك اول شي انك تاخد اتنين هذول اللي هم لحالهم بست مية بعد هيك انت عندك اربعمية وتسعين تتصرف فيهم كيف ما بدك فانا بشوف انه اليفنت هاد جدا جميل وبما انه هي لعبة يابلي امورتا لعبة شوالفات توقع انه حينزل كمان ايفنت هاد حلوة بتشبه اليفنت هاد في المستقبل حتخلي انه حتى اللاعب اللي هو الناس اللي ما بيدفعوا مظارع اللعبة هاي انهم يقدروا يصيروا بقوة الناس البيتوين الناس اللي عم تدفع على اللعبة هاي بس مو بنفس السرعة اللي الناس عم تعملها بين خلال الدفع على اللعبة هاد الشي ممكن يخليك انك يعني تحب اللعبة شوي وتصير انك تلعبها على المدى الطويل مثل تقعد لك سنة باللعبة هاي لاي انه الجير تبعك والجمات اللي عندك ولها صارت خمس نجوم تلان نفسك انه ما عم تضيع وقتك حتى لو انت لاعب مجاني في اللعبة هاي طيب هذا هو اليفنت في شي تاني كمان حابة اتكلم عنه واللي هو البوست هاد اللي ما انتشر حاليا افردت من واحد من المطورين لعبة يابلي امورتل كان في الجملة صراحة اثارت الجدل وممكن بعضكم راح شاف اليوتيوبر الاجانب وشاف الفيديوهات اللي نزلوها عن التحديثات بتكلموا عن البوست هاد كمان واللي هو قاله انه الواحد هيقدر انه يغير الكلاس تبعه لنقول اذا انت ساحر تده تغيره خلال التحديثات اللي حتيجي الشهر هاد وهذا الشي صراحة انا بشوفه غلط لانه الناس عم تقرأ واترجم على كيفها الشخص ما ذكر هذا الشي الشخص اللي قاله حرفيا هم اخدوا وحرفوها الكلمة هاي او الجملة هاي هو كاتب انه هيكون فيه بالكلاسات تغيرات وهي نفسها لما بدك تقول انه فيك تغير الكلاس تبع يعني انك تاخد لتلاسة تبعه او انه الكلاس نفسه يتغير فيه اشياء وهي كلمة لها معنيين اللي انا بشوفه انه اللي حيصير انه هيتغير لكلاس نفسه لكلاس نفسه انت الكلاس اللي عم تلعب فيه مسلا ممكن انه يضعفوه ممكن انهم مثلا قووا او كما هو مسمى في لعبة دياب لامورتل توقع هذا هو اللي قاصده ما اتوقع انه دياب لامورتل كلعبة ربحية وحابين هم يربحوا من اللعبة هاي انهم يعملوا شغلة متل انك تغير الكلاس تبعك من لكلاس تبعك لانه هم ما رح يربحوا رح يخسروا لانه انت كلاعب مسلا نقول عنك فلوسه عم تدفع هتعمل الشخصيتين تدفع عدينتين هم لما يتوحولك فرصة انك تغير لكلاس تبعك هوني هم ربحوا بس من شخصية واحدة فتوقع اللي قاصده المطور هاد انه الشخصيات او الكلاسات الموجودة حتتغير وشي منها حيتقوى وشي منها حيتضعف او مو قاصد هو انه انت حتقدر انك تغير من كلاس لكلاس بس ممكن يكون هذا قصده واذا عن جد هذا قصده فاللعبة حتكبر في عيني وحتكون افضل بالنسبة للناس اللي عم يلعبوا وكمان للناس اللي عم يلعبوا ويدفعوا مصاري لانه هيك انتو تلعمت روننا ادفع على اللعبة هاي مرة واحدة او انك اللعب اللعبة هاي بشخصية واحدة وحتتقدر انك تحصل على المتعة كلها اللي موجودة في اللعبة بس هذا هو كل شيء المقطع اليوم اتعاش بك المقطع تنيني تلاعيك اتما عايش بك تنيني ديس لايك بس اكتب لي في الكومنتات ليش ما عايش بك ولا تصنعك تشترك بالقناة وتفعل الجرس لحتى تشوف التحديثات اللي حتينزع على لعبة في المستقبل لانه الشهر هاد حيكون بتحديث هاد كتيره وبنهاية المقطع هاد بقول كم في امان الله